يوم اللي رفيق الحريري أسس وفعل الطائف اللي صار دستور لبنان الجديد عمل الطائف على أساس تحالف سني شيعي ولا نحكي بالمشبرح حالش نتخبع تحالف سني شيعي لتشليح الموارنة سلطة الحكم ولو ما كان تحالف سني شيعي ما كان نجح الطائف ومنعرف أنه حسين الحسيني كان بيو قبل نبيه بر اليوم وأبعد من السوريين لأنه كمان ذكرنا صار نعدة مرات الطائف ما صار مع سوريا ما عتبلش مع طباطي الطائف وصار ضد سوريا على قول إذن بدأ عمل رفيق الحريري السياسي في لبنان بتحالف سني شيعي ورغم كل علاقاته السعودية من الملك فهد لما بعده رفيق الحريري كان عنده مشروعه لبناني لا يقدر هو يحكم لبنان مش السعودية ولا يحكم السعودية لا يقدر هو يحكم لبنان كان حريص على إبقاء التحالف سني شيعي وهذا اللي فسر علاقاته بحزب الله أكتر من أنه كان يزوره وياخد له صبابيت مثل ما بيحكوا هاو دي هالحركات الصغيرة هو اللي أسس وفعل تفاهم نيسان رفيق الحريري أول من شرعا دوليا المقاومة اللبنانية بإتفاق نيسان وبسبب هالعلاقة هلا بوصلك كيف بسبب هالعلاقة مع الشيعة وخاصة مع المقاومة قتل رفيق الحريري وما تفتش على غير هيك بالوقت اللي راح الملك فهد وملك عبد الله طال عمره مثل ما بيقوله عنده ولكن مهما طال صار على آخر الخط البندري الأمير بندر بن سلطان اللي هو كان في أساس مشروع الحرب السنية الشيعية لأسباب عديدة أولا فارسية إيران وتخوف المملكي منها لقدمها في التاريخ وعظمتها في يعني حضاريا ما في نسبي وما في وجه تشابه بين إيران والمملكة السعودية لاش ما عملوا دخل بزرية بالمملكة السعودية ما عندهم مليارات لمليارات مهم ثم عقديا الشيعة اللي هي ثورة عقل في الإسلام تهدد الإسلام السنية عقيديا حتى لو شلنا السياسي كله برا نعم الزمن الجديد اللي نحن فيهتين له لا يتحمل الإسلام السنية المتحجر من الكلمين الشيعة يمثلون تطور التطور العقلي والانفتاح على عصر العلوم والمعرفة وعندهم تحرر نادر في الفرق الإسلامي طيب هذا اللي أدى ببندر إلى هالرؤية بأنه قبل ما تصير الحرب الغرب المسيحي على الشرق الإسلامي خلينا نشق الإسلام اتنين وبتشجيع من الفكر الصهيوني بدون شك طيب بالوقت إذن اللي بندر عم بيدعي وعم بيأسس وعم بيفعل الأزمة لما نقول حرب نسميها الأزمة الأزمة الخطيرة بين السنة والشيعة كان رفيق الحريري عم بيعمل عكس تمام بلبنان ونحن بنعرف أنه لبنان من حرب الـ 75 لليوم هو المختبر لكل مشروع كبير يبدأ في لبنان هون بيجربوا المختبر لأنه نحن جهزين من بيع أرضنا من أشجرة سياسينا كلهم حاضرين لينباعوا ليقوموا بأدوار غيرهم على أرض بلادهم إذن هل لبنان المختبر كان رفيق الحريري نزعله دوره بالنسبة للوهبيين اللي بدون يفعلوا الحرب السنية الشعية هذا بنظري سبب اغتيال الحريري مش غيره هذا السبب اللي ما فهموا ابنه أنا إذن أعيد مقتل الحريري في لبنان لأنه كان عقبي في دخول الحرب السنية الشعية إلى لبنان وبمقتلوا دخلت هالحرب ونحن بيعزها الأزم الشعية السنية بعد مقت بل ورد ولا بدولة الدول الإسلامية وقال لبنان ترجمة نانسي قنقر